وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 310 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 193 طن وفي مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط 112 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و65 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر